مرحبا بكم في القناة اليوم سوف نشارك معكم بوش نيخة هي رائعة او شباكية الحليب كما تسميها اللي لديدة الصراحة وتتجي مقرمشة وبشكل جديد انتمنى تعجبكم ومقادير بسيطة وسهلة في متانا والجامع انتمنى تعجبكم هات شباكية وزين تبجوش طورق يعني تزين بجنجلة الابيض او بجنجلة العادي كيف تتشوفو وهنا يدرت هادو كبار ودرت الصغار خدمتو معاكم في الفيديو نفس طريقة محل محل مكنش الفرق انتمنى تعجبكم هادو شباكية او بوش نيخة يعني وتشاركو معنا اصدقاء ديالكم مرحبا بكم الناس اللي تشوفو القناة ديالي اول مرة مرحبا وتنتمنى تشاركو في القناة دايمن ابوني والناس اللي مشاركين اللي لايك لايك باش طلع الناس يشاهدوه ويستفدو منها ومهادي من معسلة دي الرامدان اللي صراحة هي الديدة وطباق وطرية والمضاق رائح بالمكونات اللي فيها تبعوا المراحل والمقادر اللي فيها بساط وتكونوا في المتنول كيف تتشوفو شكلية لازوين ورقيقة يعني ومن فوحد القرماشة والعسل داخل تل داخل يعني واخده واحد للحق من العسل الطريقة كلها كنا في الفيديو تبعوا الفيديو تل الاخير بسستفدو وكل شي يستفد ان شاء الله مرحبا بكم وغنبدو ان شاء الله المقادر بساط سوف نحتاجه هنا المكونات اللي كيف تتشوفو عندنا 250 جرام ديال الزبدة ديال التغريق او اي نوع ديال الزبدة مشي ضرورية وهنا نص لطر ديال الحالي مهم الزبدة ان تستعمل زبدة ديال التغريق هنا خمارة ديال حلوة وعندي شوية ديال الملحة ومعلقة كبيرة ديال نافع مطحونة ومغربلة وضامة الزفران وتقريبا واحد جوج معلقات ديال الماء اظهر والدقيق حاليا حسب الخليط بالنسبة للضامة الزفران تتبقى اختيارية الناس اللي ما بغاوهاش يقدروا يديروا شعرات ديال الزفران ويصفيهم سوف ندر الدامة الزفران تتعطينا واحد اللون واحد منكها الصراحة مع هاد المكونات اللي غنعجنو ندرهم فوق البوطة يدوبوا وارجع عليكم من بعد ما دابت هذه الزبدة مع الحليب تنقص البوطة تتدوب الزبدة ديالنا كاملة ودك الزفران تيدوب تينصح كيف تتشوفو وغنزيدو المكونات الاخرين المكونات ساهلين مهم هاد الحلوة دغيات تتوجد صراحة هنزلت معلقة ديال نافع مطحونة واحد معلقة صغيرة ديال الملحة وهنايا جوج معلقة ديال المظهر وخمارة ديال الحلوة هنما بدرش لخمارة ديال الخبز بحكم خاصكم دغيات تتزربو عليا باللي تديرو الخمارة ديال الحلوة يعني تتبقى محطافد على ذيك الرائحة ديال هالناكهات اللي احنا درنا في المكونات يعني من الاحسن تديرو عير خمارة ديال الحلوة لما قد كمت الوقت تتقدرو تخليوه في بلاستيكة في تلاجة تلغدو تكملو النص التاني ديال العجينة يعني الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم وليداتهم او مشغولين او خدامين تجي مقادية قاس يعني يعجنوها بوحدهم ويصيبوها عندكم تقسموها يعني تصيبو النص و النص تديرو في بلاستيكة تخليوها في تلاجة عادي متى تخسر متى تتغير نيائيا تبقى العجينة ديالنا كاملة المهم قاعد المعلومات انشاركوه معكم في هاد الفيديو ديال هاد النوع ديال هاد الحلوة المهم احنا تنقو نزيدو الدقيق الدقيق انا ما عبرتوش ولكن تقريبا الدالية شي كيلو ومية جرام او كيلو شي خمسين جرام ديال الدقيق للدالية في هاد الخالق هنا يدرت الكمية تتعطينا يعني لبأسة بياد و جوط بيسلات ولكن الناس اللي بغو كمية كتيرة يعني تيضوبلو المقادر مهم انا تنحاولو ندلكو وفنس وقت ندخلو الدقيق ديالنا في العجينة يعني بالاصابع ديالنا طريقة اللي معتام داع للناس قاعدت يعرفو عجنو ولكن تنحاول نشارك معكم تال الخاليط وكيفاش غيكون ودقيق كيفاش ندخلو لحسب بنات اللي تدخلو الكوزينة بغو يجربو شي حاجة اول مرة يعني درت القصرية صغيرة ديرو تماش وحدة كبيرة من ديروش محاليانة هادي جات شوية صغيرة على ال الليك ديال العجينة ديالنا لنا الكمية كثيرة صافي تنقو نزيدو الدقيق بشوية بشوية وحنا تندخلو برؤوس ديال اصابع ديالنا في دقيق في العجينة تنحصلو على العجينة يعني تقريبا محال العجينة شباكية ما كنشو حد الاختلاف كيف تتشوفوه يعني ارطبه وفنسوقت متجانيسه تنحطوه على سطح العمل وغاد نديرو معكم حالطريقة اللي ساهلة تنقطعو تقريبا العجينة قد اللي غنخرجوها يعني بانضات او سمطات بالماكينة باش غيجونا ساهلين اول حاجة تنستعملوا قطاها وعدا بش نديرو نمدلك وتنقو متبعين وتنديرو هذو قد قد وباش لينسرحوهم تيجونا ساهلين تنعونو بيد دينا باش ملكتروش ضاقيق بزاف لان شو العجينة ديالنا وما مرخوفة شما تتلصق لنا موالو يعني تتبعنا دغياء ذاك الزبدة والحليب تيخليها رطبة والنافع وهذاك الزافرة رتيعطيو حد رائحة زوينة في القلي وفي النكهة دياله تجي منكها بزاف وتتعطيو حد رائحة مختلفة على الشباكية يعني كل حلوات اللي تدرها في المعسلات تتكون مميزة بالرائحة اللي فيها او المقادر اللي فيها يعني كل حاجة وما ضاق ديالها وهو نحطي لكم مد معسلات ثم تتختاروا على حصل الضوء ديالكم والإمكانية ديالكم واللي عجبته شي حاجة تيجربها يعني راه طريقة مضمونة مئة في مئة نهاجحة في مئة في مئة تنسرحوا العجينة ديالنا كاملة تنغطيو حد البلاستيكة باش متنشفش ليا وتنبدأ اول ورقة غنسرحها في الماكينة يعني يعني ضروري الماكينة لان هاد الخيوطة ضروري يخصم هاد الماكينة تنسرحها هنا اول حاجة تنعود نخرجها هنا تندي الرقم 4 يعني النمرة 4 تنخرج فيها بالنسبة نسرحوها محلكها كورقة نعودها في هذه الخيوطة باش تخرج لينا يعني خيوطة رقق باش نصيبوا بها هاد نوع دير شباكية بوش اللي يخل النمرة 4 ممتازة يعني اللي سرحتو بالمدلك واحد شوية هبطو يعني النمرة 4 في حالة لما هبطوش العجينة كيف انا يديرها وخليتو اغليضة غتخرجوها في النمرة جوج وعادة بتعودوها في 4 هنا شو كي خرجت لينا الورقة دينا رقيقة ومزيانة دابة هنية ندورو وغنخرجوها في ذوك سنينات الرقاق خلات الماكينة فيها جوج نوع ديها السنينات ولكن حنا تناخدو نوع الرقاق اللي محل اللي تتخرج منهم ترزة القادي الناس اللي عارفين رزة القادي را يعرفوها تنخرج تاني هادوك الخيوط وتنحاولو نعاونو بيدينا باش ما يتقطعوش لينا يعني تنجرو محل كويه كثالي تنسرحوهم وغدا نشكلوهم وغنعطيكم الطريقة ديال العبار وديالتشكيل كيفاش غنديرو لها هنا تناخدو بعض خيوط من هذوك الخيوط اللي انا يخرج محل كويه الخيوط تبقى على الحجم اللي بغيتو ماشي هنا محسوبين يعني تتشوفوا الكمية اللي باغي اه غتقلبوها بانتلكم ضعيفة هيارة اللي تتتقلها تتنفخ لينا واحد شوية وتتزاد في العلو ديالها مع الخميرة اللي فيها ومع الزبدة ولكن تنقضو هنا تنزيد واحد الخيوط يعني ذيك البانضة تتخرج لنا تقريبا علاج وجمرات او جمرات ونص اللي تتخرج لنا ديال الخيوط يعني نقسموهم علاج وجمرات ونصف يعني الطريقة الصحية هنا قبل ما تنقطعو تتلقيسو حنا العبار اللي بغينا اه بالنسبة في البداية ديالفيديو اه كيني نجوج انواع دير شباكية هادي اللي غندير داب هاد العبار ديال هادي كلي مدردره بجنجلان عادي بالنسبة اللي بغيتو اللي بجنجلان الابيض تتزيدو على هاد العبار جو الصونتين يعني جو الصونتين لنا تتعود تلقى هنا يا انا درت هاد النوع قطعتها معاكم اعطيتكم الطريقة ومن بعد انا خدمت اللي بقالية في العجينة بالطريقة التانية كبار يعني تيكونوا هاد الاختلاف عيرو هاد جو الصونتين تتعطينا كبار قدمت وما خليتو الصنطة كبيرة تتعطيكم كبيرة بالنسبة الناس اللي تيبعوها صغيرة محلوكاية هادي عملية عير هاد البلاسة تنوركوا عليها بالاصابع ديالنا باش يلسقوا لنا ذو الخيوطة باش متحلش لينا في القليان هادي ضرورية سوف يتمدو نحطو فيهم تتنكملو العجينة ديالنا وبالنسبة للقليان را ما تنقلو هاد العجينة اللي تنصيبوها تنخليها واحد ساعة هك على السطح العمل او في البلاتو تتتنشف لينا عدو باش تنقلوها مزيان تنشفوها شوية باش تتقلى تتاخد لنا حقها من القليان والعسل تتشرب لنا العسل يعني ما ندروهاش يلا نقطعوها نطيبوها نخلي واحد ساعة او جسوع على حسب الجو كيدير عدكم اللي تكونوا عدكم كخيوة طمام مقدين شا نحيدوهم تتنجمو ذيك العجينة وتندروه بلاستيكا نعودوها مرة اخرى انا غنشارك معاكم المراحل كاملة ديال هاد النوع ديال المعسلات تنقطعو كامل تنضورو واحد شكل دائري باش تتعطينا واحد شكل ضاير في القلية وتتعطينا واحد المنظر زويل كينا ها الطريقة كينا بزاف طريقة اللي تيتخدمو بها ولكن ها الطريقة يعني زوينا صراحة وتغيرو على المعتاد تنكمل هنا يا شباكي ديالي كاملة بالنفس الطريقة تنبقى نقاد فيهم نفس العبار باش يجوني قد قد هذوك يعني الزواقة ديالنا تجينا نفس العبار تنقطع محلوكا وتنحيدو ذوك الخيوطة تنجمعو باش ميضر يكرموش لياه تنديرو في البلاستيكا يعني تنخشون في البلاستيكا وتنخليسه تنجمع يعني كمية تنقدم حلوكا من بعد انا سرحت ذوك العجينة كاملة اللي كتمغطيها سرحتها كاملة على الرقم ربعة ومن بعد تنولي نخدم جوج ورقات يعني تنسرحهم كيف تتشوفوا هنا خارج جوج ورقات وتنبدا نخدم هالطريقة تتخلينا تاني عملية ودغيات تنسالي هذيك الحلوة ديالنا وكل هالخالط يتسايب في مدة قصيرة بزيث يعني تجيكم سهلة لان تكونوا الخيط موجودين والورقة خارجها من بعد انا استفتها كيف يفجح صارة حزوينة والمنظر رائع وتلماضة هنا تنوجد العسل ديالنا هنا تنوجد العسل ديالنا من بعد ما استفتها خليتها تنشف العسل خاص يكون بارد من طبيعة الحل يعني ضروري لدينا باش يدخل لنا فيها في هذه القليان عكس الشباكية هنا هشو فيه من بعد ما نشفو هذا بتنقليهم تنضيروا الزيت تسخن على النار وتنوجدوا فاش غن نصفيوا الحلوة ديالنا هنا ما تنزيدوش حلوة على حلوة اللي تنقليوها تنحيدوا اللولة ونضيروه في العسل ولكن قبل ما تنجيو نهزوا الاخرى تنكونوا حيدنا اللولة يعني باش ميتهرسوش لنا ذاك الخيوطة بالنسبة لاخرج لكم مكاشي خويت اما تتقدوه لا تتقطعوه يعني عادي ما تبينش الفرق لك ان تحليكم شي خيط في الخدمة ديالكم او في الفينيسو ديالكم سوف تنحطوها في الزيت الزيت وخام تكونش كتيرا في هذا النوع ديال الشباكية يعني عكس المقروض تيبغي الزيت شوية كتير سوف تنتبعوه القليان ديالنا العافية تنضيروها تسخن وفي المن بعد تنقصو الحرارة متوسطة باش ميتشوطوش لنا وهدوك الخويطات يتقرمشو لنا ودقرموشو انا اللول اللاشتورة ما مش يمدق محمران بزف باش ميمراروش لنا مع العسل تنخليهم باش يبقى فيهم ماذاك الماضاق ديال الزافران والماضاق ديالنافع يعني باش يبقى وطريينهما بحكم الزبدة اللي فيهم الحليب رتيتقرمشو لنا ولو دابه الزينام ولكن احنا غنعطي محقمتي واللي اللون ديالهم بدهب بحال اللون ديال اللوز اللي تنقليو اللوز صافي واللي تنغطسو في العسل تيبقى محتفظو لنا على دك الجودة ديال العسل اللي في تتبقى فيهم هناللي غايتقل علينا اللون ديالهم شوفوك اخدات اللون الذهبي الفاتح تنضيرو في الصفايت تسكترو من زيد ضروري واللي تنحطوهم في العسل تنحطو مبوحة شوية فالعسل اللي تكون رمية اللولة تكون بارد تكون تقيل من بعد تبدأ يسخل لنا تبدأ يخفف شوية عكس دائما رمية اللولة التانية تنضيرو نهبطو عيرب شوية العسل في هذك الحلوة من بعد تنولو نهبطو هاد غياء شوف كيف تنهبط عيربو حد شوية قويته تهبط لان العسل ديالنا تقيل اذكر اختمتم معاكم انا اخليه لكم في صندوق الوصف الليحة في القناة ديالي باش يجيكم ناجح وهاد العسل نحطيت هنا نقليو القليه الاخرى ومن طبق الحل سننهبطو اللي بقعت لنا وفي نسبوق تنسقيوها اللي تنغرمو هاد الحلوة نحيدوها من الزيت خاص الاخرى نحيدوها تخوى انتمنى تكون واضح لكم الشرح اللي انا قلت لكم تنهزوهم بحلو كاية هما هزو حقهم من العسل يعني اللي نساليو ضروري نهزوهم قبل ما نحطوا الاخرين باش ميتهرسوش لينا وياخدوا حقهم من تسال كلهم وميتهرسوش مع بعض اياتهم ده بقى الربط طيب الله هاده رمية التانية تنهزوكا تنسكترو وتنديرو كسكاس راتي عاوديها بطل هنا تاني من الكسكاس او صفاي اي شبكة اللي تتسعملو تموية في المقليات دي اولكم صفاي هنا ايا تنعود نقلب يعني شبكية دي انا او بوش نيخة دي انا يعني تتقلب بحلو كاية صفاي وغن ديرتها هي في العسل نص طريقة تنحضوهم على التحرق اللي ناخد دغيات الطيب مع في هذو الخيوط ومنجهدوش البوطة من بعد ما كملات شو الشكل نهائي هادو درتهم كبار من هاد الولين هادو هاللي خدمت معاكم في الفيديو وهادو درتهم في العجينة اللي قاتلية يعني نفس الخيوط عير العبارة زايد واحد جوز صونتيم اعطاونا هكو الحبة كبيرة على حسب الاضوار كيلي تيبغوهم حلكو كبار كيلي يبغوهم صغار هما بجوجل حالتين زوينين وانتمنى تعجبكم هادو الحلوة وطبقوه مع اصدقاء ديالكم مرحبا بكم في القناة وما تبخلوش علينا بلايك بلايك والناس اللي تتشوف الفيديو ديالي تدير ابوني ليس عمرا وإنما طالبا وتنشكركم انتمنى تعجبكم هادو الحلوة اللي هي خفيفة الصراحة وتهيئة من مؤسلة للديدة كيف تتشوفوه يعني طريقة وتعجب الوليدات وتعجب الناس اللي عزيز عليهم المؤسلات ومرحبا والف مرحبا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر